فازت الفنانة التشكيلية اليمنية ندى محمد الكينعي بالمركز الأول في المسابقة العربية السنوية الثانية للفنون والتي نظمها المنتدى العربي للفنون للعام 2020 وأعلن المنتدى مساء أمس في القاهرة أسماء الفائزين بالمراكز الأولى بعد اجتماع لجنة تحكيم المسابقة والتي شارك فيها فنانون من 13 دولة عربية هي اليمن ومصر والجزائر وتونس والمغرب والأردن والسعودية وليبيا وفلسطين والإمارات ولبنان والعراق والسودان فيما فاز بالمركز الثاني للرسم الفنانة التشكيلي السوداني محمد العوض عبدالله وفازت الفنانة التشكيلية الليبية فريحة عبدالعزيز الوافي بالمركز الثالث مناصفة مع الفنانة التشكيلي السعودي هتان منصور نواوي وفي مجال الخط العربي فاز الخطاط اليمني معاذ محمود بالمركز الأول بينما فاز بالمركز الثاني للخط العربي الخطاط اليمني فؤاد زيد العمري وكان المركز الثالث من نصيب الخطاط السعودية فاطمة العمودي تجدر الإشارة إلى أن المسابقة تاتي ضمن إثراء الحركة العربية في قسمي الفنون التشكيلية والخط العربي وضمن أهداف المنتدى العربي للفنون اشتركوا في القناة